بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء وخاتم المرسلين أما بعد إخواني وأبناء الطلاب أرحب بكم جميعا وأحييكم بتحية من عند الله طيبة مباركة وأدعو الله لكم جميعا بالتوفيق والسداد وأن يكلل جهودكم مع بداية هذا الفصل الدراسي بالتوفيق والنقاح المميزين بفضله تعالى وأدعوكم جميعا إلى الصبر في طلب العلم بل وإلى المثابرة والحزم والعزم في ذلك داعيا المولى عز وجل أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وأن ينفعنا جميعا بما يعلمنا نبدأ معكم بتوفيق الله وهدايته دراسة الوحدة الأولى في مقرر طرق تدريس اللغة العربية وفي هذه الوحدة نتناول عددا من الموضوعات المتعلقة باللغة العربية حيث نشرح مفهوم اللغة ثم نناقش أهم الخصائص المميزة للغة بشكل عام ثم نتوقف مع الخصائص المميزة للغة العربية بشكل خاص ثم نحدد الوظائف الأساسية التي تؤديها اللغة العربية في حياة المتكلمين بها ثم نعرج على أهمية اللغة العربية محليا وعالميا ثم ننتقل بعد ذلك إلى مفهوم مهم هو مفهوم الاتصال اللغوي حيث نتوقف أمام تعريف هذا المفهوم ونتناول أهم عناصره الأساسية وأشكاله المختلفة ثم ننطلق لندرس معا أهم فنون اللغة العربية ومهاراتها العامة ومستوياتها التركيبية المختلفة لنناقش أخيرا مجموعة من المفاهيم والمصطلحات الأساسية المتعلقة بتعليم اللغة العربية ترجمة نانسي قنقر